بسم الله الرحمن الرحيم يعني طبعا الحضور الكريم اسمحوا لي مرة اخرى ان انا اعبر عن ساعاتي الكبيرة جدا ان انا اكون موجود معاكم النهاردة وعشان ما اطلش عليكم عايز ااكد لحضراتكم الرسالة الواضحة تماما اللي دايما هنفضل ناكدها سيناء جزء اغلى جزء على قلب اي مصري ولا نسمح باي صورة من الصور ان نتخلى عن متر واحد فازي الارض دي اول حاجة الحاجة التانية اللي تعلمناها على مدار السنين ان عشان تأمن اي مكان جنبا الى جنب مع كل وسائل التأمين لازم يكون هناك تنمية ولازم يكون هناك سكان موجودين يدفعوا كخط ادفاع اول عن اي مكان او اي فكر خبيث بيحاول ان هو يستغل هذه قطعة الارض فعشان كده مفيش دولة تكون في يوم الايام انا بس بقولها لشبابنا اللي واقف مفيش دولة بالعقل هتكون عندها او في اي تفكير ان انا اتخلى عن قطعة ارض من جزء من ارضي لا اي حد تاني واستثمر واصرف ستمية وعشرة مليار جنيه واحط في الخطة بتاعتي اللي حنفزها ربعمية كمان يعني حكون باصرف تريليون جنيه كل ده المين كل ده ليكو عشان التنمية تحصل واحنا تعودنا مع سيادة الرئيس ما نعودش نتكلم نخلي الشغل هو اللي يتكلم عننا واعتقد اللي اتعامل النهاردة واحنا ماشيين مع بعض حجم الطرق اللي اتعامل انا جيت سيناء قبل 2011 جيت سيناء قبل 2011 حولها لحضراتكم انا جيت كنت في زيارة سرية وروسلت لغاية الحدود في رفح عشان كانت ساعتها ابتدت قلق قبلها بفترة في 2010 كان في قلق وحضراتكم عارفين اللي كان بيحزن وفاكر كويس او شكل كانت الطرق عاملة ازاي وكانت المنطق مناطق عاملة ازاي وفاقتها انا كنت متأكد ان هذه المنطقة تستحق مننا تنمية عظيمة عشان نقوم بيها ده اللي بقى بيتعامل دلوقتي اللي بيتعامل النهاردة ان احنا بنعوض عشرات السنين هذا الجزء من قرض مصر يعني نتيجة لظروف سواء الاحتلال او ظروف خارجة عن ارادتنا ما كناش قادرين ننميه بالصورة الكافية النهاردة من 2011 2013 لغاية النهاردة هذا الجزء للأسف كان مقصد للارهاب انه برضو يضرب بيه الدولة كان برضو عايزين يضربوا الدولة واتذكر اليوم الحزين اللي علينا كلنا كمصريين كنا كلنا بنبكي يوم شهداء مسجد الروضة اللي كان كلنا يعني في حالة من الغضب الشديد ان ازاي حاجة زي كده تحصل عشان كده انا بقولها تاني لحضراتكم الدولة حريصة انها تسابق الزمن انها تعمر وتنمي هذا المكان ليكو لولادكو والكل المصريين فده اللي انا بأكده واللي انا عرضتوا النهاردة ده شغل بقالنا شهور بنعمله مش مجرد مرتبط بحادث او ظروف احنا موجودين فيها حضراتكم يعني انا الزيارة دي كانت المفروض تبقى اول اسبوع من اكتوبر حصلت الاحداث اللي في غزة اللي حضراتكم عارفينها اضطريت يعني ان انا انوب عن سيادة الرئيس في بعض يعني الزيارات الدولية اللي كانت لزامن ان احنا موجودين عشان نعرض موقف مصر لكن كنت كل مرجع بنزبط عشان اجي هذه الزيارة لاني حريص ان احنا نعرض على حضراتكم ونطمنكم احنا نوين نعمل ايه فعشان كده مرة اخرى انا بنتهز الفرصة ان انا نوجه الشكر زي ما كلنا بنشكر قواتنا المسلحة والشرطة بالتأكيد ان انا اشكر اهالي شمال سينيا انتوا قفتوا طول عمروكم اللي الشيخ عرفات قالوا ده كلنا حافظينوا في التاريخ واقوف اهالي شمال سينيا من اجل الحفاظ على سينيا انها دايما الجزء من اهل مصر وده اللي انا بطلبه منكو دايما تفضلوا على نفس عازل عهد يا شيخ عرفات وكل الكبار والصغيرين وارجوكو ما تستمعوش لحروب الجيل الرابع هيفضل الناس عمالة تشكك وتقول لا ده مش هيحصل وده ليه اغراض تانية انا بقولها لكم ما تستمعوش لهذه الاقوال اللي احنا بنعمله احنا ما بقناش نتكلم احنا بننزل ننفذ على الارض وانتوا اللي بتشوفوه بتلمسوه شبكة الطرق الخدمات اللي بتتعمل كل ده واحنا في وسط ارحار بارهاب فما بالكم النهاردة ان شاء الله مع انتهاء الارهاب حيبقى حجم التنمية اللي يتعمل الفترة جاية ازاي باذن الله وبفضل الله والمتابعة اليومية من سيادة الرئيس والحكومة اللي شغالة هنحقق لكم كل اللي انتوا تحلموا بيه فعشان كده تاني بأكد لحضراتكم دوركم الفترة جاية مهم جدا الحفاظ على امن واستقرار هذا الجزء من ارض الدولة انا كنت في اللقاء الدولي اللي كنت موجود فيه قلت كده في كلمة يعني لقيادات في العالم قلت لهم مفيش دولة في العالم دلوقتي حدودها بالكامل حروب ونزعات زي مصر حراكم بصوا على الخريطة الغرب الجنوب الشرق مفيش دولة بتتعرض على خريطة العالم لهذا التحدي اللي احنا موجودين فيه وكلنا عارفين ان كل ده في الآخر بيستهدف حاجة واحدة الدولة دي تقع حلم اعادة ترتيب الشرق الاوسط اللي الدولة المصرية اجهدته تاني بقولها لحضراتكم احنا كدولة وانا بقولها رسالة لن نسمح مرة اخرى بهز استقرار هذه الدولة من اي طرف من الحدود فكل امكانيات الدولة مسخرة للحفاظ على الامن الداخلي ومن الخارج ان لو اي حد فكر ان هو يهوو بناحية هذه الارض دور حضراتكم انكم تبقوا مؤمنين بان دي رسالة البلد وسياسة البلد وانسيات الرئيس ليل نهار معنا كلنا ومع كل الجهات شغالين على هذا الموضوع التنمية هتكون هي الاساس اللي يجلب الخير ليكو كلكو ولكل البلد امكانيات هذه المنطقة على خريطة مصر تبقى من افضل اماكن على مستوى العالم كله في عملية التنمية ان شاء الله ده هدفنا وده اللي حنقعد نشتغل عليه كلنا ومرة اخرى مش مجرد رسومات وكلام واشكال انا بتكلم على شغلة حيتنفذ على الارض الواقع حيتنفذ بيه كنتو وبشركاتكو وبإيديكو عشان يبقى جزء كبير من الخير اللي بيتحقق يبقى بيروح لي كنتو كمان شكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته